اشتركوا في القناة وسائل الدفاع لكن تظنها أنها لن تكفي وربما لم تتمرن من قبل في حياتك وتكون خائف من الإصابة بالأذى وبعد قليل سأعطيك خلطة سحرية كهذه تمعا والتي ستساعدك لتتخلص من خوفك وتبني ثقة في النفس ولتتمكن من المشي ورأسك مرفوع للأعلى وغير خائف من أي شخص يريد قتالك لكن أولا من المهم أن تعرف أن الخوف هي ردة فعل طبيعية للإنسان لتحمينا من الخطر ولا يجب أن تكون محرج منه أبدا ففي الواقع يمكنك تعلم كيف تتحكم في ذلك واستعماله لمصلحتك وحتى إن كانت لدي مئة وستة مباراة في مسيرتي وقمت بعدة شجارات في الشارع غير فخور بها طبعا ومع هذا لازلت أشعر بالقلق في كل مرة أتشاجر فيها لكن ما يساعدك في التحكم في الخوف هو أن تفهم ما الذي جعلك خائف من هذا القتال أصلا وهذا ما سيساعدك بإيجاد حل لهذه الوضعية هل هو خوف من ألم التلقي لك ما في الوجه أو ربما شعور بالذل إن خسرت هذا القتال والجميع سيظن أنك ضعيف أو هو ببساطة الخوف من المجهول فأنت لا تعلم ماذا سيحدث لك وعندما تحدد هذه العوامل ستبدأ في إيجاد الحل مباشرة وقبل الذهاب إلى النصيحة الثانية والتي تعلمتها من ملاكم فأسفل الألعاب الأولمبية في الوزن الثقيل دعونا نتحدث عن الخوف الأساسي وعلى ما أعتقد هو الخوف من تلقي الأذى فهذا واقع حتى إن كانت لديك خبرة كبيرة في الملاكمة مثلي أو إن كان هذا قتالك الأول والطريقة التي سأخبرك إياها لإيجاد الحل لعندما تبدأ في رؤية السحر فالطريقة للتعامل مع هذا الخوف أصلا وتعلم كيفية الدفاع عن نفسك لكن إن كنت ذكي وأنا أعتقد هذا لأنك تشاهدني الآن لن تتخلص من الخوف كليا لكن تعلم كيف تعتني بنفسك بممارسة الملاكمة أو الـ MMA ستكون خطوة جيدة جداً لعقلك فبتعلمك الملاكمة ستفهم حقاً كيفية اللكم وكيف تدافع عن نفسك كذلك وهذا يعزز ثقتك وطبعاً بهذا لا أعني أنك ستقوم بحصة واحدة أو مشاهدة فيديو في قناتي حيث أعلمك كيف تقاتل لا أنا أتحدث عن الاستمرارية فعلها عدة مرات في الأسبوع إضافة لاتباعك لحمية غذائية وعند فعلك لهذه الأشياء حينها ستبدأ في رؤية السحر ما سيحدث الآن ستزيد لياقتك البدنية وتتقابل مع أناس جدد في النادي مقاتلون آخرون أو ربما التعرف على مجموعة افتراضية عن بعد ومع هذه الحصص المتكررة خلال الأسبوع وتغيير حميتك ستبدأ في النوم بطريقة أفضل لأنك مرق وجسدك يحتاج المزيد من الراحة وعندما يتحسن نومك سصبح عقلك أصفل وستكون اختياراتك أفضل في حياتك وهذه الأشياء الثلاثة مهمة لأي شخص والآن هل تعتقد أن الشخص الذي أراد أن يقاتلك لا يزال يريد قتالك؟ فأنت تعلمت الملاكمة ولياقتك أفضل إضافة إلى أشياء أخرى سأخبرك إياها طبعا لا لكن ربما الذي أمامك يكون غبي لأنه يريد قتالك أصلا لكن على الأقل يمتلك نصف عقل ويلاحظ أنك متمرس وبصحبة أصدقائك المقاتلين هذا صعب ومع كل هذه العوامل ستبدأ في رؤية السحر والشخص الذي أمامك الآن لن يفكر في مقاتلتك لكن إن فعل فأنت تتمرن وفي لياقتك وتنام بشكل أفضل فنعم هذا السحر الذي نتحدث عنه سيساعدك وهذا ما يحملني مباشرة إلى النصيحة التالية والتي تعلمتها من أودلي هاريسون وهي نصيحة جيدة للملاكمة في عالم الأعمال وأي شاء تفعله في حياتك حدث كبير أو القتال الذي نتحدث عنه وهذه النصيحة يا صديقي هي التخيل إن كنت مستلقي يجب أن تتخيل كل السيناريوهات المحتملة والتي ربما تحدث فجأة فقوة عقلك وتمكنه من فعل هذا جيد جدا لأن ما سيحدث في صورة ما حدث هذا القتال فأنت قمت به بالفعل في ذهنك فإن كان خوفك أنك لا تعلم ماذا سيحدث نعم بالفعل نحن لا نعلم ماذا سيحدث لكن مع تخيولك له سيكون هذا أسبق يوم يزالك والمزيد من السحر لأنك تفعل أشياء في مستوى عال والتي لا يفعلها هذا الغبي لنقول أن القتال لا يمكننا تفاديه وهو على وشك البدء فلا يجب أن تظهر خوفك حتى إن كنت خائف من الداخل هذه الحقيقة فلحظة ظهور خوفك ستعطيه الأفضلية مقارنة بالعكس كقولك أنا لا أريد القتال لكن إن أردت أنا مستعد وإن ما بدأ الشجار يمكنك أنهاءه بسهولة في ثوان وأنا حقا لا أحب الشجار أحاول تجنبه قدر الاستطاعة لكن إن ما حدث وإن كان هو أمامك وأنت بالفعل تتمرن ومتخيل لهذه اللحظة منذ زمنا بعيد وتبدو واثق سيعيد التفكير في قراره بخصوص هذا القتال لكن إن لم تتفاداه يجب أن تعرف ما الذي ستفعله بالتحديد ويمكنني أن أعلم كيف تني أي قتال في بضع ثوان فإن ضغطت هنا وشاهدت هذا الفيديو تاليا ستحصل على كل المعلومات لتتمكن من إنهاء القتال